اسم الدرس أتصرف في الكطع النقضية والأوراق المالية 10 دنانير 20 دينار 30 دينار خامساً اشترى أبي مكوا بـ 64 دينار وآلة لتحضير القهوة بـ 48 دينار فدفع ثمنها بأربعة أوراق مالية وقطعتين نقضيتين أبحث عن ثمن الآلتين الإجابة ثمن الآلتين يساوي ثمن المكوا زائد ثمن آلة تحضير القهوة 64 زائد 48 يساوي 112 دينار أمثل المبلغ المالي الذي دفعه أبي الإجابة بعد معرفتنا لثمن المشتريات 112 دينار نكون قد تمكننا من معرفة فئة الأوراق النقضية التي دفعها أبي لا سيما أننا نعرف بأنه سدد المبلغ على شكل أربعة أوراق مالية وقطعتين نقضيتين 112 يساوي ثلاثين دينار زائد ثلاثين دينار زائد ثلاثين دينار زائد عشرين دينار زائد واحد مليم زائد واحد مليم سادساً اشترت الأم هدية لابنها وسلمت البائع هاتين الورقتين الماليتين ثلاثون دينار عشر دنانير كرة 12900 مليم كطار 18500 مليم لعبة إلكترونية 41500 مليم مضرب 28000 مليم ماذا اشترت الأم لابنها؟ الإجابة المبلغ الذي دفعته الأم 30 زائد عشر يساوي أربعين دينار لذا الهدية ستكون من بين هذه الأشياء الثلاثة كرة مضرب قطار لأن المبلغ لا يسمح لها بشراء اللعبة الإلكترونية لأن سعرها يفوق أربعون دينار الاحتمالات يمكن أن تشتري الأم القطار والكرة يساوي 18500 مليم زائد 12900 مليم يساوي 31400 مليم يرجع لها التاجر 40000 مليم ناقص 31400 مليم يساوي 8600 مليم أو تكتفي بشراء المدرب فقط تدفع 28000 مليم ويرجع لها التاجر 40000 مليم ناقص 28000 مليم يساوي 12000 مليم ثامناً سجل الإخوة مدخراتهم على الجدول التالي كطع نقضية من فئة أوراق مالية من فئة المبلغ المالي 100 مليم نصف دينار واحد دينار خمسة دنانير خمسة دنانير عشرة دنانير عشرون دينار سلاثون دينار عاطف أربعة واحد إثنان خمسة واحد ذاكر واحد سلاسة إثنان واحد واحد ناصف إثنان سلاسة إثنان إثنان منال فراغ سلاسة فراغ فراغ إثنان وخمسون ألف وسبعمائة ألف أتم المعطيات الناقصة بالجدول الإجابة مدخرات عاطف مئة مليم في أربعة زائد خمسمائة مليم زائد خمسة دنانير في إثنان زائد عشرة دنانير في خمسة زائد ثلاثون دينار يساوي تسعين ألف وتسعمائة مليم مدخرات ذاكر مئة مليم زائد خمسة دنانير في ثلاثة زائد خمسة دنانير في إثنان زائد عشرون دينار زائد ثلاثون دينار يساوي خمسة وسبعين ألف ومئة مليم مدخرات ناصف واحد دينار في إثنان زائد خمسة دنانير في ثلاثة زائد عشرة دنانير في إثنان زائد عشرون دينار في إثنان يساوي سبعة وسبعين ألف مليم مدخرات منال نعلم أن مدخرات منال تساوي إثنين وخمسين ألف وسبعمائة عشرون دينار في إثنان زائد خمسة دنانير في إثنان زائد خمسمائة مليم في ثلاثة زائد مائة مليم في إثنة عشر كطع نقضية من فئة أوراق مالية من فئة المبلغ المالي مائة مليم نصف دينار واحد دينار خمسة دنانير خمسة دنانير عشر دنانير عشرون دينار ثلاثون دينار عاطف أربعة واحد إثنان خمسة واحد تسعون ألف وتسعمائة زاكر واحد ثلاثة إثنان واحد واحد خمسة وسبعون ألف ومئة نصف إثنان ثلاثة إثنان إثنان سبعة وسبعون ألف منال إثنتا عشر سلاثة إثنان 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 وخمسون ألف وسبعمائة باء أبحث أبحث لمنال عن إمكانيتين فقط الإجابة الإجابة الإمكانيتان الممكنتان لمنال إثنان إثنان وخمسون ألف وسبعمائة يساوي مئة مليم في سبعة زاقد واحد دينار في إثنين زاقد ثلاثين دينار زاقد عشرين دينار يساوي 100 مليم في 7 زائد 1 دينار في 2 زائد 20 دينار في 2 زائد 10 دنانير تاسعاً قالت سلوى عندي ثلاث أوراق مالية قيمتها 70 ديناراً وقالت أختها سوساً ادخرت نصف ما ادخرت سلوى وهو مبلغ مكون من ورقتين ماليتين فقط وقال أخوها سامي مدخراتي أقل من مدخرات سلوى بعشرين ديناراً وهي مكونة من ورقتين ماليتين أليف أمثل كل مبلغ بالأوراق المالية المناسبة الإجابة مبلغ سلوى 70 دينار يساوي 30 دينار في 2 زائد 10 دنانير مبلغ سوساً تملك نصف ما تبلغه أختها سلوى وهو مكون من ورقتين فقط أي 35 دينار يساوي 30 دينار زائد 5 دنانير مبلغ سامي يقول مبلغ سامي 20 دينار عن مبلغ أخته سلوى أي أنه يملك 70 دينار ناقص 20 دينار يساوي 50 دينار ونعلم أنها مكونة من ورقتين نقضيتين أي أنه يملك ورقتين ماليتين من فئة 20 دينار و30 دينار باء بقيت للإخوة الثلاثة هذه المبالغ بعد أن اشتركوا في شراء قارورة عطر لأبيهم المبلغ المتبقي لي سلوى 55 دينار سوساً 20 دينار سامي 35 دينار أبحث عن ثمن قارورة العطر الإجابة لمعرفة ثمن قارورة العطر نقوم بالبحث عن المبلغ الناقص لكل منهما ونجمع النتائج السلاس مع بعض فهي تمثل ثمن القارورة المبلغ الناقص لسلوى يساوي المبلغ المدخر ناقص المبلغ المتبقي سبعون دينار ناقص خمسة وخمسون دينار يساوي خمسة عشرة دينار المبلغ الناقص لسوسا يساوي المبلغ المدخر ناقص المبلغ المتبقي 35 دينار ناقص 20 دينار يساوي 15 دينار المبلغ الناقص لسامي يساوي المبلغ المدخر ناقص المبلغ المتبقي 50 دينار ناقص 35 دينار يساوي 15 دينار سمن قارورة العطر يساوي 15 دينار زائد 15 دينار زائد 15 دينار يساوي 45 دينار أقدم ملاحظاتي الإجابة نلاحظ أن الأخوة الثلاثة تشاركوا بنفس المقدار المالي لشراء قارورة العطر لأبيهم وهو 15 دينار يساوي 15 دينار في ثلاثة يساوي 45 دينار عاشراً طلبت منا من أمها مبلغاً مالياً لشراء بعض حاجياتها فأعطتها ثلاث أوراق مالية من فئة 30 ديناراً اشترت منا قميصاً بـ 45 ديناراً وفرشاتي شعر بـ 5080 مليم الواحدة وغاسولاً بـ 3040 مليم وإطاراً الوضع الصور وبقيت لها ورقة نقضية من فئة 20 دينار سألتها أختها عن ثمن الإطار فقالت لها نسيت ثمنه فعلي أن أجري العمليات الحسابية اللازمة أبحث مع منا عن ثمن الإطار الإجابة لمساعدة منا في معرفة ثمن الإطار نقوم بالحسابات التالية المبلغ الذي أعطته الأم لمنا 30 دينار في ثلاثة يساوي 90 دينار ثمن القميص بالمليم يساوي 45 دينار يساوي 45 ألف مليم ثمن المشتريات 45 ألف مليم زائد 5080 مليم في إثنان زائد 3040 مليم يساوي 58 ألف ومائتين مليم ثمن الإطار 90 ألف مليم ناقص 58 ألف ومائتين مليم زائد 20 ألف مليم يساوي 11 ألف وثمانمائة مليم